فضيحة فساد جديدة في العراق خرجت إلى العلن بعد تسريبات صحفية تحدثت عن صفقة أبرمتها حكومة الكاظم الحالية مع شركة كار الأهلية المتهمة بالفساد لبيع محطتي كهرباء الرميلة وشط العرب في البصرة إلى الأخيرة لتعيد هذه القضية فتح ملف الفساد في قطاع الكهرباء مرة أخرى فيما يبدو بأن حكومة الكاظم متجهة نحو خصخصة قطاع الكهرباء بعد سنوات من إهدار عشرات المليارات من الدولارات من دون أي تطوير في هذا القطاع الحيوي أو محاسبة المتورطين بالفساد المعطيات الجديدة تزامنت مع تحذيرات أطلقتها لجان برلمانية ونواب من خطورة النهج الحكومي في التعامل مع الأزمات لسيما أزمة الكهرباء مبينين أن صفقة بيع المحطتين الكهربائيتين قد تكون البداية لبيع جميع أصول الدولة المختلفة ورهن قطاع الطاقة في العراق لشركات استثمار أجنبية على المدى البعيد كما أن فكرة بيع محطات توليد الكهرباء لشركات خاصة يعني تحميل المواطن المزيد من الأعباء المالية مثل جباية فواتير الكهرباء وفرض الضرائب في وقت يعاني فيه العراقيون أساسا من تبعات أزمات مالية أثرت بشكل مباشر على دخل الأفراد ومنذ عام 2003 كلفت عقود الكهرباء خزينة العراق أكثر من 40 مليار دولار دون تقديم مردود يذكر لا ساعات تجهيز كاملة ولا محطات جديدة لتوليد الكهرباء ولا غيرها سوى إهدار الأموال بحسب تقارير للجان برلمانية في حين أن حل معضلة الكهرباء في العراق لا تكلف سوى 7 مليار دولار بالمجمل بحسب مقتصين ورغم نفي الحكومة خصخصة المحطتين الكهربائيتين في البصرة مؤخرا وتبريرها تلك الأنباء بأنها مقترح قيد الدراسة لتوفير حلول لمشكلة الكهرباء إلا أن تلك المزاعم فتحت الباب من جديد أمام التذكير بواقع خدمي متهالك صنعته الحكومات المتعاقبة ومن خلفها الأحزاب السياسية الفاسدة والمستفيدة من هدر حقوق العراقيين واستمرار معاناتهم اشتركوا في القناة